اصطفاف محاور وتراصف صفوف وحرب بدأت بالوكالة والأدوات ولا يتوقع أن تنتهي بهم في الشرق الأوسط وليس في مكان آخر تلاقى الروس محملين بأحلام القيصرية وقوة السوفيت مع خصومهم التقليديين الأمريكان فجد الطرفان بالبحث عن محور كل منهما حتى بدى المشهد في حالة استقطاب لم يسبق لها مثيل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صاحب اليد الطولة في سوريا خرج متباهيا بإجراء بلاده اختبارات على مجموعة من الأسلحة النووية لا يستطيع أي أحد اعتراضها من خلال صاروخ باليستي جديد عابر للقارات يمكنه الوصول إلى أي منطقة في العالم بحسب الرجل حديث بوتين لا يمكن بحال من الأحوال فصله عما سبقه فوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتهم واشنطن بعرقلة نزع السلاح النووي بإبقاء أسلحة نووية غير استراتيجية في أوروبا لاستخدامها ضد بلاده في تصريح عالي النبرة يعيد إلى الأذهان شبح سباق التسلح النووي لا سيما وأن الاحتقان في الشرق الأوسط وبسوريا خصوصا قد وصل إلى ما لا يطاق مع عقامة الولايات المتحدة الأمريكية نحو عشرين قاعدة عسكرية في البلاد الأمر الذي أثار حفيظة الروس بحسب مجلس الأمن الروسي في المقابل لهجة الولايات المتحدة لم تكن أقل حدة فقد صنفت روسيا على أنها الخطر الأكبر على واشنطن وفق رئيس القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال جون هايتن الذي أضاف لروسيا أعداء أقل خطرا مثل كوريا الشمالية والصين وبين تصنيف أمريكي لا يخلو من الغرابة وتحدي روسي محمول على أحلام توسعية قديمة يرى كثيرون أن العالم يسير نحو صراع لطبيعة خطرة لن يستطيع المجتمع الدولي أطفاءه إن اشتعل ترجمة نانسي قنقر